أهلاً بكل مشاهدينا بكرة آخر يوم في قمة المناخ اللي بتصدفها شرم الشيخ واللي شارك فيها زعماء ورؤساء دول العالم المختيفة احنا بكرة متوقعين ان احنا ان شاء الله نخرج بنتائج مهمة تساعد على حماية الكوكب من الأضرار النتجة عن التغيرات المناخية خلينا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن أسباب التغيرات المناخية والنتائج اللي ممكن نخرج بيها من مؤتمر شرم الشيخ بينونا في الستوديو الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة إزأزيق ونائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنا سعيدة بشكل شخصي بوجود حرك معنا نهار دكتور أهلاً بيك أستاذ منا شكرا لزوء حضرتك وشكرا لأستاذ أحمد وتحياتي للقصة الموجود ومبنى مسبيل والكامل كلنا من متابعينك طبعا أيام نشر جوية وطبعا بلا سعد بوجود حضرتك أهلاً وسهلاً أهلاً بيك خلينا في البداية كده نتكلم عن ان احنا متخيلين ان في شكل معين حيخرج بالتوصيات لها علاقة بالتغيرات المناخية اتكلمنا على مدار الليام اللي فاتت كلها عن أسباب التغيرات المناخية وده ممكن يأثر ازاي على البيئة والناس والاقتصاد يعني حاجات كتير جداً احنا متخيلين ان احنا مطلوب بكرة حلول عجلة لعدد من المشكلات متخيلين انها ممكن تكون شكلاً ازاي طيب الحلول العجلة دي هي مفوضة تبقى فعلاً يتم التوصية بيها بكرة واعتمادها من رؤساء الوفود بالكامل سواء كان رئيس دولة او رئيس وزراء او وزير او ما الى ذلك لان المؤتمرات كتيرة وتعقدت مؤتمرات على مدار سنين طويلة ومؤتمرات كانت مهمة جداً مؤتمر الارض في باريس 2015 صحيح والحلول للدول كلها عرفاها الدول الصناعية الكبرى والدول المتضررة ولكن التنفيذ هو الاساس وده اللي ما اطلق على هذا المؤتمر اللي نظامته جمهورية مصر عربية بمؤتمر التنفيذ وبالتالي احنا الحلول دي يجب ان احنا نحد من الانبعثات الكاربونية هنحد منها ازاي بان احنا نوصل لزيرو كاربون من الدول الصناعية الكبرى المتسبب الاول في ما يحدث على سطح الكرة الارضية من عنف في الظواهر الجوية وتطرف في الظواهر الجوية طيب هل هذه الدول الصناعية الكبرى في ظل هذه التحديات اللي متمر بيها هتقوم بالتنفيذ التوصيات والتوصيات على فكرة معروفة كويس جدا قبل يعني ما يعتمدوها لرؤساء الفود هتبقى معروفة الحلول لابد من زيرو كاربون بحلول عام عشرين خمسين من قبل الدول الصناعية الكبرى من قبل كل الدول لابد من توفير تكنولوجيا حديثة تستخدم كبديل طبعا لاستخدامنا للتكنولوجيا الموجودة علشان نحن نقدر نواجه التكاريرات المناخية ونتكيف مع التكاريرات المناخية في قارة أفريقيا لأن نحن قرر دولها معظم دولها نامية والدول النامية ليس لديها تمويل اقتصادي بيساعد على استكتابها للتكنولوجيا الحديثة من دول أوروبا التكنولوجيا الحديثة بدول أوروبا التكنولوجيا الحديثة دي مهمة جدا جدا ليه؟ لأن النهاردة لما يجي التطرف في ظاهرة جوية أو إعصار هيضرب منطقة أو موجة حرة هتضرب دولة هيموت منها ألاف فلما يتنبأ بهذه الظواهر الجوية المتطرفة وماذا تكرارها قبل حدوثها مثلا بأسبوع نقدر في الحالة دي بننقل الدولة بتقوم بنقل المواطنين من المناطق المتوقعة أن تكون منقوبة دامج كنترول أو تم احتواء الأزمات بالضبط احتواء للأزمة نفسها دي طريقة التانية التمويل لأنه الطاقة دي موارد طبيعية موجودة لدى كل الدول يعني احنا الحمد لله موقع الجمهورية في جمهورية مصر العربية لدينا موارد طبيعية الشمس استطيع معظم أيام السنة الشمس استطيع معظم ساعات النهار في فصل الصيف إذن احنا ممكن نستخرج هذه الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة القهربية كبديل لطاقات الوقود الأحفول طيب هذه الطاقة الصديقة للبيئة محتاجها تمويل اقتصادي الناس متخيلة ان الشمس عندنا طب ما نعمل شوية ألواح كده ونجيبها ونحطها بالزاوية تلاتين ونستقبل الطاقة ونحولها طاقة كهربية ده كويس قوي وده موجود ومتوفر لكن النهاردة عشان أخزن هذه الطاقة لفترات المساء محتاجة تخزين محتاجة تكنولوجيا التخزين محتاجة بطاريات محتاجة ده كله مكلف جدا وبالتالي النهاردة اللي كان البديل عندنا طاقة رياح وده موجودة طيب عندنا غاز الهيدروجين ده بديل آخر انتاج غاز الهيدروجين ده أساسي جدا 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 وبالتالي الحلول اللي هي في الدول النامية انشاء هذه الطاقات البديلة والصديقة للبيئة دي نمرة واحد نمرة اتنين تفريغ أعداد السكان الكبير من المدن الكبيرة يعني هو عادة المدن الكبيرة بتبقى مدن منتجة لغاز سانيوكسيد الكربون منتجة للتلوث التكدس والزحام اللي بيبا فيها بالضبط كده يعني هناخد على سبيل المثال القاهرة من عشر سنين كانت أعداد القاهرة عشرين مليون بيدخلها مواطنين ويخرج منها مواطنين وسيارات أعبادهم سيارات وما إلى ذلك انشاء مدن جديدة نهاردة بيفرغ القاهرة من هذه الأعداد وبعدين انشاء مدن جديدة بس انشاء مدن جديدة بخدمات النهاردة الخدمات الموجودة سواء كانت في العصنة الإدارية أو في التجمع أو في العبور أو المناطق ديات الخدمات دي مواصلات ومرافق تكيد بديل إن أنا مش هنزل للقاهرة فأنا فرغت القاهرة عشان كده النهاردة المواصلات النهاردة حضرتك لو من مسبيل النهاردة وراحة مطار القاهرة الوقت اللي كنت بتخديه ساعتين وما بستهلكش وقود بوفر وقود يعني ناحية اقتصادية وناحية بيئية وكل هذه الأمور بخلاف وسائل النقل الحديثة اللي بتعتمد على الكهرباء اللي أصبحت موجودة زي القطار الكهربائي الخفيف الارتي وغيرها والمونوريل وغيرها من الخطوات الجدة اللي بتأكد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع ملف وهو ملف التغيرات المناخية لكن سؤالي هنا لحضرتك من خلال أنا عارف أن حيكي بتتابع قمة المناخ متابعة حتيتا عاوز أعرف من حضرتك شايف أن هل أدرك العالم بالفعل أو دول العالم وهنا أتحدث تحديدا عن الدول الصناعية الكبرى أهمية أن تتكاتف مع الدول النامية من أجل مواجهة هذه الظاهرة للتصدي وحماية البشرية بالتأكيد أنا شايف أنها فعلا بدأت تستشعر مدى خطورة التغيرات المناخية على بلادها يعني أول حاجة كما حضور السيد بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر وحديثه عن واعتذاره عن انسحاب رئيس ترامب من كوب 2015 دي كانت نقطة أساسية جدا ونقطة إيجابية في صالح المؤتمر وتنفيذ وعود المؤتمر النقطة التانية أن المؤتمر بالحجم اللي حضر فيه الوفود دي كلها وأن الظاهر الجوية اللي سادت أوروبا وأمريكا خلال عام 2022 هذا العام يعني تطرف كبير في الظاهر الجوية ما أصل أن عكاسات التغيرات المناخية لا يدركها العالم إلا بعد التأثر بها ولا يستثنى منها أحد ولا يستثنى منها أحد بدليل لما أنهار بتجفة في أوروبا موجات شديدة الحرب يموت منها آلاف الأوروبيين والأمريكان عن فيضانات تضرب باكستان تؤثر على الناحية الزراعية أصل المناخ ده مش مجرد كلمة المناخ بتفاعل مع البيئة بيتفاعل مع الزراع بيتفاعل مع الصحة بيتفاعل مع الاقتصد مع كل هذه الأمور أنا أخد بس جزئية واحدة هي أن النهاردة لما ترتفع درجة الحرارة بتعمل إيه؟ خلل في عمود الهوى الغازات المكونة للهوى والخلل ده بيحدث في طبقة الإيزون وهي طبقة مفلترة للأشعة الضارة القادمة من أشعة الشمس أشعة فوقها نفسجية الأشعة فوقها نفسجية بتسبب أضرار وتؤدي إلى أمراض سلطانية وما إلى ذلك زيادة نسبة هذه الأشعة بتنتج من الخلل اللي ناتج عن الاتفاع برجة حرارة الأرض إذا استمرنا بهذا المعدل من خلال استخدامنا لطاقة الوقود الأحفوري هذه الدول تعلم تماما ولديها أبحاث وده نشرته وكالة ناسا الأمريكية منذ أربع شهور إنه فيه خلل في طبقة الإيزون هذه الدول عرفة مدى خطورة هذه الانبعاثات وبالتالي هي ستقوم بالتنفيذ لما حدث لها من ظواهر متطرفة خلال عام 2022 نعم دكتور يعني إحنا متخيلين أن إحنا طبعا بما أننا بنحاول في الفترة القادمة وقايلين أن إحنا عندنا خطة واضحة لـ 2035 في اختلاف يعني استخدام الطاقة وأن حيكون عندنا شكل مختلف إحنا عندنا أبحاث بنقوم بيها في هيئة الأرصاد الجوية أو أبحاث بنقوم بيها أسد المناخ والتغيرات المناخية بيتكلموا عن أن إحنا في الفترة القادمة قد نحتاج لأشياء معينة أو قد نحتاج لتعديل أشياء معينة وقد نتوقع حاجات وعلشان كده لازم نعمل لها إجراءات استباقية من دلوقتي أيها السيدة مينة بصي أقول لحضرتك يعني حتى هذا المؤتمر من يوم 6 إلى يوم 18 مش كله أعضاء وفوده بس ده فيه جلسات حوارية بتتم بين الباحثين المصريين والبحثين في جميع دول العالم هو اللي بيتم إززائل من نظام العالمي الأرصاد الجوية وهيئة أمم المتحدة إحنا لدينا محطات رصد سواء كان سطحية أو علوية بنرصد عناصر المناخ المختلفة حرارة، رتوبة، رياح، الضغط جوي، زواهر جوية بنرس كل دوات ونرسل هذه البيانات من خلال شبكة معلومات إلى هيئة الأمم المتحدة إذن الهيئة هي الإطار بيجمع كل دول العالم ورافق الأسطاد في العالم وبالتالي إحنا عندنا إدارات بحسية موجودة بتشوف السيناريو الموجود مع ارتفاع درجة الحرارة بنعمل مثلا بحث عن مدى تأثير جمهورية مصر العربية بالأمطار هنلاقي أن فرص الأمطار بقت قليلة لكن في نفس الوقت غزيرة يعني إزاي قليلة وغزيرة يعني إحنا النهاردة ممكن في خلال ساعتين تسقط أمطار بآلاف المليمترات المكعبة ما استفدنا إحنا شفنا ده شفنا ده في التجامع وقتلات قبل الماضي 25 أكتوبر وبالضبط كده ما هو كل عام ولذلك إحنا نقول ده الجو تغير اتجو تغير أهد غير نتيجة التجارات المناخية هذه وبالتالي بيتم دراسة هذه البيانات من قبل هؤلاء الباحثين على مستوى العالم والجلسات الحوارية ملف المياه ملف الطاقة ملف العناصر المناخية الحرارة تفعت لا انخفضت طب لو استمرت بهذا الارتفاع مدى الدول اللي تتأثر بهذا الارتفاع الدول الساحلية الجزر اللي في الساحل ونظرة الأمطار لما يكون عندي مثلا الأمطار بتسقد ما باستفدش منها ومناطق مفاش أمطار خالص تم ده يبقى ضرر كبير جدا وده اللي بيحدث في جميع دول العالم الظواهر المتطرفة بتطول دول العالم بالكامل من أول الصين وذاته متحدة كبيرة لغاية جرام أفريقيا هنا عاوز أسأل حضرتك على حاجة كان في تصريح لسيد الواء محمد شريف المحافظة الإسكندرية منذ أسابيع قليلة تحدث فيها عن هذه التغيرات المناخية أدت إلى عدم التوقع بشكل سليم أو بشكل دقيق للنوة التي تضرب محافظة الإسكندرية هل ده نتاج التغيرات المناخية حقيقة فعلا بأصحى أصبح في نوع من أنواع الصعوبة في رصد هذه التغيرات زي ما حاجة بتقول هي ممكن تيجي بشكل مفاجئة الآن بشكل غزير جدا أمطار ثم تتوقف وتغيب لبضعة شهور وتأتي مرة أخرى طيب أنا هوضح السؤال ووجيه جدا جدا إيه الفرق بين النوة والتوقع النوة دي حالة عدم استقرار في البحر كان زمان الصيادين قبل ما تتقدم أدوات الرصد الجوي أول ما يتيجي مثلا حركة موج عالية في شهر مثلا يناير يقولك ده نوة عيد الميلاد نوة عيد الميلاد دي ممكن تيجي وممكن ما تجيش ممكن تيجي بنسبة تربعين في المية ممكن تيجي بنسبة ستين في المية ممكن ما تجيش لكن الهيئة العامة الأصلي جواية ما تتعملش بنوات بتتعامل بخرايط وبيانات وتوقعات وبرامج استباقية احنا نقدر نقول النهاردة ان مش نوة اعصار هيدرب في الفلبين بعد اسبوع وهنا التكنولوجيا الحديثة اللي بتستخدمها مرافق الأصليات في العالم احنا بنعتمدش على نوة قد تحدث النوة والنوة دي حدودها فين الشواطئ يعني نوة خاصة بالاسكندرية لكن اما يجي النهاردة اقول طقس غير مستقرة على القاهرة لازم المؤخصاء الرصد الجوي والتنابؤات بيتابع حركة الكتلة الهوائية في طبقات الجو العليا على سطح الأرض هي فيه منخفض جوي ولا مليش منخفض جوي الكمية البخاري المائي اللي موجودة تكفي لسقوط أنطار ولا لا تكفي هي السحب اللي موجودة دي سحب رعدية ولا سحب عادية جايلنا من فين ومحملة بيه جايلنا من فين والأرصاد الجوية علم رهيب مش حد تتنو لا احنا بنتعملش مع نو ولذلك النهاردة الأرصاد الجوية على مستوى عالي جدا في كل دول العالم احنا لدينا أجهزة رصد عالمية عندنا الوزر رادار اللي هو يتنبأ بكمية الأمطار داخل السحابة موجود عندنا تلتة وزر رادار في هيئة الأرصاد الجوية المصرية وبالتالي بنعمل شبكة رصد جوي وبالتالي احنا بنقولي نهاردة التنبؤ يا أستاذ أحمد متوقعين النهاردة يعني احنا بكلم نهاردة فيه أمطار هتسقط على مدينة الأسكندرية والأمطار دي هتمتد ناحة الشرق الأسكندرية بحدد لك والأمطار دي هتسقط الساعة 2 الضهر دي معلومة ولا فرضية لا معلومة دي معلومة معلومة آه ما أنا بقولها ليه من خلال برامج ورصد ومتتابع تتابع فيه رصد ده كل ساعة بيتم من خلال المتنبئ الجوي والرصد الجوي في رئيق العمصاد الجوية آه ده الرصد فعلا تحال ولو جينا تدينا تنبؤ وحدث بنسبة 80% طب العشرين في المية دي راحت فين آه كنا متوقعين تسقط الأمطار مثلا 200 ملي سقطت 230 ملي لكنها تسقط أمطار معاكش بتاع زمان هنتقع في السطح زيون أستاذا مننا نتقع في السطح ونقيس آه ده الشمس طلعت يبقى الجو حار لا ده الدنيا سحابة يبقى أطنى لا 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 كلام علمي بحث مدروس من خلال خبراء أرصاد جوية حاصلين على ماجستير ودكتوراه بيعملوا ليلا ونهارا في لايئة العمصاد الجوية أكيد دكتور يعني احنا شايفين قد ايه تطور الموضوع وأعتقد أن الأغلب الأعام دلوقتي بيعتمد اعتماد كامل على النشرات الجوية والموضوع بقى مهم جدا بالنسبة للجميع الموبايل أبليكيشن أو التطبيقات الموجودة على التليفونات الناس وهي نازل الصفحة بالذات في الشتاء بس هي فيها الموبايل أبليكيشن مستاذا منا يعني أسف القطع طبعا فضل الموبايل أبليكيشن مش دقيق بنسبة في المية طبعا لأنه بيعتمد على سنسو تماما نحن نبقى عارفين وامتابعين ما بناخدش الموضوع كده بالأسبوع مثلا ولا حاجة لأ طبعا طبعا جدا أن احنا نعرف التحديثات يوميا بالنسبة كمان بالذات في فصل الشتاء للأمهات والأطفال نازلين المدارس والموظفين اللي بيبقى يومهم طويل نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزأزيق ونائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية شرفتنا شكرا لحضرتك شكرا أستاذ أحمد شكرا لكاستر موجود مسبيره يا رب يفضل شكرا لكا دكتور علي